موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الفاضلين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد التي تتحدث عن أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى أي مدى أسهمت أوقاف النبي عليه الصلاة والسلام في تشييد معالم الحضارات الإسلامية وكيف تأثرت الثقافة الوقفية عند عموم المسلمين بالأوقاف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم ما أبرز المجالات التي طالها الوقف النبوي قبل بل الحديث مرحبوا من خلالكم بضيفنا الدكتور وحيب عبد الرحمن خوج عميد كلية الدراسات العليا للعلوم الوقفية حياكم الله دكتور أهلا وسهلا بكم يا عبد الحب أهلا وسهلا بداية ما الأوقاف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قبل البدء بتعريف الأوقاف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم أو شرح الأوقاف التي أوقفها النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أموال ورفها عليه الصلاة والسلام استفاد منها وأفات ولذلك نبعت ثقافة الوقف مما كان يملكه النبي عليه الصلاة والسلام فوهبه وقفا وأسسه وقفا وتأصيله لأن الوقف من ثقافته أن لا يكون من معدوم أو مما لا يملك الإنسان أو مما ليس متمولا ويبقى ويدوم فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل معرفتنا بتعريف أوقاف النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نؤسس ما الذي أوقفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمالية التي كان يعتمد عليها عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورث من أبويه من أبيه عبد الله وورث من أمه آمنة ورث من أبيه عبد الله أم أيمن اللي هي بركة الحبشية التي زوجها مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وورث من أمه كذلك بيتا أمه آمنة ورث بيتا في مكة عليه الصلاة والسلام وورث من زوجه سيد خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فورث منها كذلك بيتا كان في مكة وهذا من ضمن ميراثه الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام وهو من مقدار الربع الذي كان من حظه عليه الصلاة والسلام من ميراث السيدة خديجة رضي الله عنه لأنها تقدمته وفاة وموت رفع الله قدرها فلما ورث النبي عليه الصلاة والسلام عمل على هذا المال الذي كان عنده بخلاف البيتين بخلاف بيت السيدة خديجة وخلاف البيت الذي ورثه من أمه آمنة لأنه لما هاجر عليه الصلاة والسلام وترك البيتين وضع يده عليهما عقيل بن أبي طالب فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة فقيل له انزل في أحد البيتين أو في أحد الدارين فقال كيف لنا أن ننزل بها وقد وضع غلبنا عليهما عقيل فأصبح كأنه مال مستهلك غلب عليه فتركه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه الأموال التي حازها النبي صلى الله عليه وسلم تمولا وإرثاء أما المال أو الأموال التي اشتراها النبي عليه الصلاة والسلام أو ما هو متمول فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام وأوقفه لما هاجر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهذا معلوم لدى كل أحد وقف أرض بني عمر بن عوف وهو أرض قباء التي بنى عليها مسجد قباء قيل أنها كانت لكلثوم بن هدم فأخذها منه النبي عليه الصلاة والسلام أو اشتراها وقيل أن الذي دفع ثمنها أبو بكر رضي الله عنه وقيل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دفع ثمنها وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ثمنها فبني وقيل أن بني عمر أبناء عوف هم الذين أهدوا النبي أو وقفوها للنبي عليه وسلم فبنى عليها مسجد قبا ثم النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مسجد النبوي وهو مسجده الذي نحضره اليوم ونعرفه ونعلمه فكانت الأرض كما في السيرة الأرض أصلا ليتيمين راحدهما يسمى سهل والآخر يسمى سهيل فالنبي عليه الصلاة والسلام هم من الأنصار فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقفت البركة الناقة في المكان الذي حدد لأرض المسجد كانت هذه الأرض هي مقابر للمشركين وكذلك خرب وكان فيها نخل فلما ثامنهما عليها عليه الصلاة والسلام اشتراها منهما ودفع ثمنهما النبي عليه الصلاة والسلام وقيل سيدنا أبو بكر رضي عنه وأرضاه والأمر المهم أنها تملكت هذه الأرض تملكت ثم أوقفت فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بنفس القبور ثم أمر بتسوية الخرب الذي كان وقطع النخل الذي فيها ووضع النخلتين في مقبالة المسجد وجعل عضادتي المسجد من حجر عليه الصلاة والسلام فهذا ما أوقفه النبي عليه السلام ابتداء ثم ما أوقفه عليه الصلاة والسلام يعني ما أوقفه في حياته نصا ثم انتقل هذا المفهوم والعلم إلى ما بعد وفاته عليه السلام فقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث وبتغير التشكيل نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة ما تركناه فهو صدقة لذلك الإمام الخصاف في كتابه الأوقاف أورد نصا أثرا أظنه عند الدار قطني قال ما تركت دينارا ولا درهما فهو صدقة لا يحل لأحد من ذريتي ليس لأحد من ذريتي ما تركته فهو صدقة فهذا نص على أنه وقف فأوقف النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ما يملكه انتقالا لما بعد مماته انتقالا لما بعد مماته وكان عليه الصلاة والسلام له من الأوقاف أو من الأرض التي حبست والعقارات التي حبست في حياته كأرض خيبر وفدك وكذلك هذا من الأموال التي حازها النبي عليه الصلاة والسلام وهي من فيء الله على رسوله عليه الصلاة والسلام إما من الخمس أو مما أفاء الله عز وجل كأموال بن النظير أموال بن النظير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجف عليها بخير ولا ركاب وكذلك الصحابة رضا عنه لما يكون هناك قتالا فأفأى الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ومما وزعه النبي عليه الصلاة والسلام من أرض خيبر على المهاجرين دول الأنصار إلا يعني اثنين من الصحابة لفقرهما سهل بن حنيف أظنه وكذلك أحد الصحابة رضو الله عليهم فهذا الذي أعطاهما أما باقي مال خيبر فوزعه على المهاجرين وقد أصاب من ذلك عمر رضي الله عنه أرض ثمغ أو ثمغ في أرض خيبر وكان من النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلح على أرض فدك كذلك مالا خالصا فهذه الأموال التي أوقفها النبي عليه الصلاة والسلام ينفق عليها حياته صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك على من يعولهم عليه الصلاة والسلام كأزواجه وغيرهم فإذا انتقل إلى الرفيق الأعلى تكون نفس الأمر يجري أنه يتمول منها وتكون مؤونة لأزواجه ومن وراء النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينقطع ذلك ثم تكون في مصالح المسلمين وكان في مصالح المسلمين وهي في حياته للفقراء والمساكين والأبناء السبيل وكان ينفق فيه على الكراع وعلى السلاح وكان هذا إعدادا لجهاد كل هذه من الأموال التي صنعت الحضارة الإسلامية في وقت النبي عليه الصلاة والسلام والفتحات لكن هل اقتصرت الأمور فقط على بعض الأراضي والبيوت أن يقفها النبي عليه الصلاة والسلام أم ثم تم جلات أوسع من ذلك وقفها يعني المجلات التي طالها وقف النبي كل ما كان معني بأبواب البر والخير كان يتناوله وقف النبي عليه الصلاة والسلام ولك أن تتصور كل مجلات الخير من مساعدة الجرحى وكفالة الأيتام والقيام على شؤون التعليم وكذلك الأرامل وحفاظة المسلمين من السؤال أو الاجتجداء من غير الحاجة الحاجة دون وقوع التسوير تمام هذا لم يكن يعرف أصلا لم يكن يعرف حتى السائل وما يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قالتك إن يد الله فوق يد المعطي ويد المعطي فوق يد المعطى ويد المعطى أسفل العيدي وأيد المعطى أسفل العيدي وإنك مما تأخذ تأخذ من أوساخ مما في أيدي النس هذه ثقافة مفهومة نعم هذا الذي تربع لي فقال حكيم بن حزام والذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحد أي لا أطلب واحدا بعدك وكف عن ذلك لأنه تعلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما آتاه الأشعريون وفد بن عبد القيس يسألون بايع النبي عليه الصلاة والسلام فبايعهم ثم في اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تبايعوا قالوا قد بايعنا رسول الله سكت النبي ثم عاد عليهم فقالوا بايعنا رسول الله ثم في الثالث فقالوا على من بايع قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيموا الصلاة ثم ذكره أنه هو الفرائض عليه الصلاة والسلام ثم أسر بكلمة وأن لا تسأل أحدا شيئا هذا من الثقافة التي يعززها الوقف فيقول الراوي يقول كان صوت أحدهم يسقط من على خيره فلا يسأل من على الأرض أن يرفعه لي ينزل من فوق خليه ويأخذ الصوت حتى لا يسأل الناس شيئا وحتى هذه الثقافة كانت موجودة عند العرب وعند قريش لذلك العرب كانت لا تستجدي ولا تسأل فمن سبب النزول الآية التي أنزل الله عز وجل وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الله عز وجل عندما نهى المؤمنين أن يقتلوا أنفسهم تستذكارا لما كان يتفعله قريش والعرب فكانوا يموتون جوعا ولا يستجدون أحدا وكانوا يسمونه اعتقادا يقول فلان اعتقد أي خرج هو وأهله إلى الفلاة ويعضوا بأصل شجرة حتى يأتيه الموت ولا يسألوا أحدا ولا يسألوا أحدا فكانت قريش تفعل هذا من طبائع العرب من طبائع العرب أنها لا تستجدي مما عزز هذه العزة والكرامة هي ثقافة الوقف التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وهذه من مكارم الأخلاق التي ربما جاء النبي ليتميمها ويعلم شأنه عليه الصلاة والسلام هذا يقود إلى سؤالك عن المقاصد والغيات التي سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحقيقها وتكريسها في المجتمع الإسلامي من وراء وقوفه نعم قد تكون ذكرنا جملة من هذه الأمور لكن أهم ما يكون في هذا الأمر وهو صنع الاستعلاء لدى المسلم ولدى المؤمن قبل أن تحرر لنا مفهوم الاستعلاء هنا نعم و المقصود بالاستعلاء هو استغنائه عن ما في أيدي الناس لتطلع فيه و أن ما في أيدي الناس زائل واستغناء الاستغناء وأن ما في أيدي الناس زائل و أن هذا ما يملك ما يملكه هو الله عزه أو آنا و أنا غلام فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تخيل أن هذا الحديث لم يعلمه أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كبار الصحاب علمه ابن عباس حتى يربيه على ثقافة الاستغناء والاستعلاء وعلى أن المؤمناء فخره باستغنائه عن الناس وعن ما في أيدي الناس وأن ما في أيدي الناس زائل وأن ما في يد الله عجل لا يزول هذه أحد أهم المقاطر التي كان النبي يسعى عليها لذلك قال له وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أي لا يكن سؤالك إلا لله عز وجل وكان من دعاء علي رضي الله عنه وأرضاه الدعاء النطيف الجميل قال كان يدعو يقول اللهم لا تحوجني إلى أحد ولا تجعل لي حاجة إلا إليك اجعلني أغنى الخلق بك وأفقر الخلق إليك فعندما تتعزز هذه المفاهيم لدينا مرتبطة بثقافة الوقف العليا التي بها يكرم الإنسان ويشرف وقد كرمه الله عز وجل ولا قد كرمنا بني آدم تكريمه بأن جعله آدميا تشريفه بأن جعله مؤمنا عزته بأن جعله مستغنيا عن الناس حتى نيله للزكاة واستحقاقه لها بحسبها وقدرها لا فوق ذلك والدليل على ذلك أنه نهى عن السؤال نهى عن السؤال قال لأني يحتطب أحدكم يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب به يغنيه عن ذل السؤال أعطوه الناس أم منعوه فعندما يتعزز هذا المفهوم لدى الناس فحري بكل مسلم أن تكون هذه الثقافة عنده عليا أن تكون عند الجاهلي وهو لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا يعرف نبيا وعند المسلم يقبل رأس من ذل أو علا ومن حقر ومن ليس له شأن من أجل حفنة من مال ومن أجل منصب لو أننا عززنا ثقافة الأوقاف لما كانت هذه المناصب تغرين بشيء إذن نقصد المقاصد عند النبي صلى الله عليه وسلم كان ترسيخ ثقافة الاستغناء عنده نعم نقصد الاستغناء بالإيمان نعم والاستغناء عن الناس ثم ماذا هذا الأمر الأول أمر الآخر وهو قضية تحقيق الكفائية الكفائية والاستقلالية المالية وهو صلع استقلال مالي وهذا أصلا ما فهوم اقتصادي عريض الأهم استقلال مالي للمجتمع المسلم يستمع المسلم أنا لو اكتفيت مالي نعم وأنت اكتفيت و فلان اكتفى ماليا بتقدير الحاجة المالية ذلك لما عرفوا الفقير والمسكين قالوا الفقير الذي لا يجد قوت يومه و المسكين الذي يجد قوت يومه يعني اليوم يجده غدا لا يجده قد لا يجده أو قد لا يعبآ يعني يأبه هل يجد أم لا ولا يعبو بذلك أما الفقير فلا يكاد يجد قوت يومه و إن كان التعريفة ENA يحتاج إلى ضبط لغة في المسار لكن مع ذلك هو دفع لذل السؤال حتى لو كنت محتاجا لأن هذه كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذه أوساخ مما في أيدي الناس وإن كان مالا لكنه أوساخ في أيدي الناس أن أخذ من الأعلى فأشعر بأني أنا الأدنى وعدم ارتباط بهوية وعزة وثقة بنفس أما ارتطام على موائد اللئام أو حتى الكرام أعطوك أو منعوك فمن أعطاك اليوم يمنعوك غدا عندما لا تتعزز هذه الثقافة عند الناس هذه إشكالية ينبغي الإنسان أن يدفعها ويمنعها لذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن تتحقق عند الإنسان وهذا من المقاصد التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضا الله عليه يقول جابر بن عبد الله وفي حديث كذلك عبد الله بن عباس يقول أن الصحابة لم يكن أحد من الصحابة يقصد بالصحابة نساء ورجال إلا وكان له وقف من كان له مال من كان له مال أوقف لا يكاد أحد من الصحابة إلا وله مال وأوقف قال حتى خشينا وشكونا ذلك إلى عمر على أنه يكاد الناس يندثر عندهم فقه التركات ما في فقه تركات ولا المواريف لأن الناس أصبح الصحابة يتقاطرون على الوقف وهذا ما كان يعززه سيدنا عمر رضا عنه أرضاه حتى شكله الناس فقال دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم ويبارك لهم فيما آتاهم فهذا ما تحقق من شدة المقصد الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام في ثقافة الوقف أنها ثقافة انتشرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قليل الأمر وكثيره من يملك كثيرا ومن يملك قليلا وسيأتي نماذج نذكرها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أوقفه رضوان الله عليه هنا أريد أن أسألك كيف تعامل الصحابة مع الأوقاف فهما وممارسة نعم انطلاقا مما ذكرته طبعا نعم فهما لما تحقق لهم من الأجر العظيم والثواب الكبير والنفع المجتمعي الذي يفيدون به حتى النفع الذري حتى النفع الذري الذي ينتفع به ذريتهم وهو أنهم يوجدون ثقافة لدى الذرية على أن هذا المال مشترك وأنه انتقل إليكم بالشركة وما دم أنه انتقل إليكم بالشركة فحظكم فيه حظ شركة وكذلك يشارك معكم من له حظ في هذا المال هذا الذي أوجدون تكافلية عجيبة تكافلية عجيبة مدرسة انتظم فيها معنى التأمين معنى التأمين ومعنى التكافل التأمين بالمفهوم الإسلامي طبعا طبعا بمعنى المفهوم الإسلامي لا أقصد المفهوم التجاري أنا أقصد المفهوم الإسلامي أني أنا آمن على مما أمنه الإسلام إذا لا قدر الله إنسان أصاب قتل خطأ أو مثلا جناية أو جنحة أو تعلق بذلك أرش جناية كل ذلك تكفل به الإسلام عن طريق العاقلة والعاقلة إذا لم تكن تتوافق بصندوق الوقف وتصنع لها هذه الثقافة وتقيم لها هذه المالية التي تعتمد عليها تخبط الناس كما يتخبطون اليوم لذلك حلت بدلاً عن ذلك بدائل لا يعرف الإسلام وهي منظومة غربية ما يسمى بالتأمين بأنواعه وقيام المصارف بالتعامل مع الناس باستغلال حاجتهم واستنزاف ما عندهم كل ذلك لغياب هذا الدور العظيم الذي يؤديه الوقف وما في معاني الوقف لذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أوقف ما من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأوقف أبو بكر كان له وقف في المدينة أوقف دوراً على ذريته وعلى المحتاجين وكذلك عمر رضاً عنه قد ذكرنا ذلك أنه أوقف دوراً وأوقف أرضاً عظيمة في خيبر أوقف عمر لأهل الحاجة ولذوي القربة وللمساكين وهي من أنفس الأراضي التي اختارها وهي من أنفس الأراضي لدى عمر رضاً عنه أرضاً الزبير بن عوام أو أوقف دوراً كانت له في المدينة على ذريته وبالخصوص على بناته وكل بنت طلقت تأول إلى هذا الأمر فإذا استغنت غير مضرة ولا مضرة يعني لا يقع منها ضرر ولا تضر بأحد فإذا استغنت وتزوجت تخرج من البيت وإذا مات زوجها أو طلقت ترجع إلى البيت لا تلقى بالشارع ولا تلقى في دار رعاية اجتماعية ولا يستغلها أحد ولا تعمل من أجل أن تعيش ولا تعمل من أجل أن تعيش كما في حالي كثير من الدول الإسلامية اليوم نعم لأنها استغلت بما لا يكفلها وإن كانت هناك بعض الوزارات والإدارات والمؤسسات لكنها لا تقوم بمثل ما قام به الوقف صدقة علي رضي الله عنه أرضاه في ينبع في بلاد الحجاز على الساحل له أوقاف عظيمة وكبيرة وقد توارث نظارتها من توارثها من أبنائه وأحفاده رضوان الله عليهم وكذلك الأوقاف التي كانت النبي عليه الصلاة والسلام خلفها وتركها تعاقب عليها علي رضو عنه وكان ناظرا عليها ثم تنازعه والعباس عمه لأنها ليست أرض إرث والخلاف في هذا طويل ما كان ما يدعيه بعضهم من المغرضين على أن سيدة فاطمة خاصمت سيدنا أبا بكر في ميراثها وقد فهمت ذلك وعرفت لكنها أرادت أن ترعى هذا الأمر وتقوم عليه لأن فاطمة أصلاً أوقفت من مالها أصلاً فاطمة أوقفت من مالها على بني هاشب بني عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها إذن ثقافة الوقف توزعت حتى في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين صفية بن تحويه رضو عنه أوقفت على ذويها وأم سلمة كذلك والسيدة عائشة رضو عنه أوقفت على ذويها وعلى المحتاجين وحتى دورهم الدور التي يسكن فيها رضوان الله عليهم اختلف فيها هل هي للارتفاق أم للتملك يعني هل تستغل حياتهم ثم تنتقل من بعدهن إلى المصالح المسلمين أم أنها ملك وصحيح أنها أملاك ملكها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ثم اشتراها منهن أولياء الأمور يعني اشترا أم عاوية من السيدة عائشة ودفع لها ثمنها ولم تغادر مكانها حتى وزعت الأموال لم تغادر مكانها وضعت دارها حتى يضم كل ذلك إلى المسجد النبوي فكانت دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأوقاف التي دخلت إلى المسجد هنا أريد أن أسألك دكتور وهيب هذه الأوقاف التي وقفها الصحابة كانت تحركها وتبعثها حاجات المجتمع في حينه في زمانهم أم أنهم كانوا يوقفون فقط لمجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجالات نفسها التي كان يوقف فيها كلا الأمرين محمود مطلوب كان لدى الصحابة أوقفوا أحب الأموال وأثمنها عندهم منها طلحة أبو طلح الأنصاري أوقف بيرحاء وهو أحب الأموال إليه رضي الله عنه أحب الأموال إليه بمعنى على أنه معنى أن الناس تتطلع إليه وتحتاجه فدعا إلى التشاركية أن هذا المال هو أحب المال إليه فدعا إلى التشاركية المجتمعية في هذا المال وندب إليه رضي الله عنهم دلالة على أنه ابتغاء ما عند الله عز وجل وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقف الأمر الآخر وهو قضية حاجة الناس لما في أيدي الأغنياء بأن يشارك فيه الفقراء الأغنياء فيرتفقون منهم كل قدر حاجته عندما تعزز هذا المفهوم الفقير لا يتطلع بما في يدي الغني والغني لا يطمع فيه لا يبخل على الفقير عند ذلك تصبح هناك توافقات حتى نفسية توافق النفسي عندما يشترك بذلك يأمن المجتمع لا أنا أخذ بما في يديك ولا أتطلع إليه ولا أسرقه ولا أنهبه وأنت لا تبخل عليه إذا توفر ذلك على تعود به على الفقير وهذا نموذجه صغير جدا في عهد سيدنا عمر بن عبدالله العزيز عندما كان يطوف بالزكاة لو لأن الناس لم تقتنع وتتولد عندها القناعة لا استشرفت إلى هذه الأموال لكن كانت تردها لأنها لا حاجة لها فيها لأنها استغنت بما قد كفاها الله عز وجل وهذا من صنع التشاركية في المجتمع هل أفهم كلامك دكتور بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا عندما كانوا يقفون كانت الفلسفة أو الفكرة الأساسية من رأي هذه الأوقاف وإن كان ظاهرها مادي وإعفاف المسلمين وإلى آخره لكن كانت ورأها فلسفة أو فكرة أساسية جوهري وهي فكرة أخلاقية ربما نعم وهي تربوية أصلا هي تربوية النبي عليه الصلاة والسلام رب أصحابه على ذلك رب أصحابه على نفع بعضهم البعض بل أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو بهم خصاصة وهذا ما فعله الأنصار مع المهاجرين والقصص معروفة والسيرة في ذلك واضح لا يحتاج أن نعيد في هذا الأمر مما فعله الأنصار من ضرب مثال نموذجي لما قدم إليهم المهاجرون باحتوائهم وكفايتهم وإشراكهم حتى في بيوتهم وحتى بل توصل الأمر إلى زوجاتهم على أنه يتنازل عن زوجة ويعطيهها حتى تعتد ثم ترجع وهذا ثابت في السير والقصص في ذلك كثيرة جدا في صلع هذا التبادل هذا التبادل النفعي بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طيب في مستهل حلقة دكتور ذكرت أن القضية كانت مرتبطة بأخلاق المسلمين وجاء الإسلام لكي يعززها ويرفع من شأنها السؤال هو عندما كان يمارس الصحابة هذه الشعيرة يوقفون سبل ومحبوسات وإلى آخره هل كان دفيهم وراء ذلك هو الأخلاق والشهامة والمرؤة أم وراءها عمل تعبدي شعائري أنا أذكر لك القصة من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام هاشب بن عبد المناث هذا الرجل كان له قرين من الصبيان يلعب معه صبي بمثله يلعب معه أصابتهم مخمصة فلم يسأل أحدا فأتى إلى هاشب بن عبد المناث لمكانته وقربه منه فشكله الحال فأوصل ذلك هاشب بن عبد المناث لقومه فقاموا بكفايتهم مرت الأيام فشكل نفس المخمصة إلى هاشب بن عبد المناث ثم رفعها إلى قومه فاقتلفوا على أن يعملوا منتدا يشترك فيه قريش وتجير فيه كل خائف وكل جائع فاستمر ذلك حتى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فكانت الرفادة وكانت السقاية وكانت دور الضيافة ما يسمى بدار الندوة ودار سوال الحاج ولغيره وكانت الإجارة كل ذلك في عهد قريش قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فأتى الإسلام فعزز ذلك دلالة على أن الإسلام أخلاقه ارتبطت بأخلاق العرب لكن الفرق بين ذا وذاه أولئك فعلوها نخوة وشهامة ورفقا ولكن جاء الإسلام مع ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل فرفع من شأنها أن كانت أخلاقا سامية عزز بها ماذا ما عند الله عز وجل من الأجر والإسلام وضع لذلك فضلا من الله تبارك وجل على من تخلق بهذه الأخلاق سواء كانت اكتسابا أو سواء كانت تخلقا ليس بعيدا عن الموضوع حقا دكتور قبل أن أذهب إلى الفاصل ما الفرق بين أن يكون هذه الأفعال الأوقاف هي مروءة وشهامة وغيرة على أعراض الحرمات وبين أن تكون تعبدا لله ما الفارق الجوهري بين هذين الأمرين إذا ما تحقق المقصود ذاته وهو حفظ الأعراض وإعفاف الناس واستعلائهم وهذا ما يفعله الآن بعض المؤسسات الغربية بعض المؤسسات الغربية تفعله هذا تفعل لجان خيرية ولجان إغاثية بل منظمات تقوم بنجدة الناس وإغاثتهم المشاركة فيها والمنظمة معروفة وأسماؤها يعني لا تخفى على أحد لكن بين هذا وهذا بون شاسع في ماذا ليس في المقصود المقصود تحقق لكن دوامه وبركته وفضله من الله عز وجل بأن الله عز وجل حمد هذا لأنه من الأفعال التي ندب إليها الشرع ففعلها المسلم امتثالا لله عز وجل وذاك فعلها لما دعت إليه الفطرة والنفس البشرية والحمية والخوف على المصالح وارتفاقا بالبشر قد يكون هذه من المقاصد التي يفعلها الله ألا يمكن أن يعني مثلا حتى لو كان فعلها حمية ومروءة وشجاعة وكرمة ربما يتغير موقفه إذا ما المعطى له والموقف له ربما تغير أو ساءت أخلاقه أو لم يرد له الجميل ربما يتغير موقفه لكن إذا ما كان لله فيدوم أليس جميل جميل بارك الله نعم نريد أن نستذيذ في هذا الحديث يا دكتور لكن أذن تدي أن نذهب إلى فاصل قصير نتابع حديثنا بعد العودة من فاصل قصير بحول الله تعالى يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1-07-3-0 أفقي إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1-2-3-8-0 أفقي أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن أوقاتنا أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في الحضارة الإسلامية دكتور وحيب دكتور وحيب الثقافة الوقفية عند المسلمين على امتداد هذه القرون كيف تأثرت بأوقاف النبي وبممارسة الصحابة وفهمها لها ما بقي منها من أوقاف النبي عليه الصلاة والسلام أثرا شاهدا خالدا ما زال له أثره إلى اليوم كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومن دثر منها واختفى حفلت كتب التاريخ بتدوينه فأصبح كأثر يشهد له في بطون التاريخ لكن كواقع ملموس يعلمه الناس فهذا مما اختفى اليوم وكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الأثر هذا الأثر الذي تأثر به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بوقفهم اقتداءا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو مشاركة في التفاعل الاجتماعي الذي كان لهم ما دوره في صنع الحضارة وتشييدها قلت لك إذا كان هذا امتداده مما لم يندثر لكن بقي مفهومه المطلق بين أمرين على أنه صدقة مطلقة أو صدقة مقيدة الصدقة المطلقة وهو ما قد تعارف عليه المسلمون بأنه صدقة جارية جرت على المسلم أي شيء انتركه سواء كان علم سواء أولى الصالح سواء نهرا أجراه سواء مصحفا ورثه أي من هذه الأمور التي يتركها فهي من الأوقاف التي تعلق بها أما الصدقة المقيدة التي لها فقهها وعلمها وسرها هذا لا يفطن له إلا العاقلون أو العالمون لكن ما قصدته دكتور وهيب أن يعني بتأثرهم بوقف النبي وممارسة الصحابة هل ركز المسلمون طوال تاريخهم على الأوقاف الخيرية أم أنهم توسعوا في ذلك إلى أوقاف شملت النواحي العلمية والعسكرية والاقتصادية والمشاريع الكبيرة مثاله سيدنا خالد بن وليد رضي الله نعلم عندما كان يتنافس الصحابة في ذلك فلما أوقف عمر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قال عمر أوقف أرض خيبر وأبو بكر أوقف كذا ثم قال أما خالد فقد أوقف سلاحه وأعتده في سبيل الله لم يجد خالد ما يوقفه إلا ذلك بعد ذلك أوقف أراضي لكن أوقف سلاحه الذي كان يقاتل به وأعتده في سبيل الله عز وجل ليس أن هذا سيف خالد أو هذا درع خالد وترسه إنما هو وقف لله عز وجل فامتد مفهوم الوقف لدى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتناول جميع النواحي لأن منهم من لم يجد شيئا فأوقف نفسه لتعليم الناس فكانوا يعلمون أهل الصفة من الصحابة من كان يجلسوا لتعليم أهل الصفة ومصعب بن عمير رضي الله عنه كان أول مندوب سامل لتعليم الناس فأوقف نفسه رضي الله عنه أرضاه لتعليم الناس عندما أرسله نفسه سفيرا لأهل المدينة وكذلك جعفر بن أبي طالب وغيره من الصحابة عندما وفدوا إلى الحبشة لتعليم الناس هناك تعليم الصحابة الذين معهم وتعليم الناس الذين أرادوا أن يؤمنوا ثقافة الوقف متعلقة بهم على أنهم نذروا أنفسهم لله عز وجل فمن كان يجلسوا لحلقات التعليم حتى من كان من التابعين أو من كان بعدهم من الأئمة الذين انتشر علمهم لم يكن أحدهم يتطلع إلى درهم ولا دينار مما في عيد الناس بل استغنوا عن ذلك حتى أنهم كانوا يستغنون عن المناصب وإذاء أبي حنيفة وإذاء مالك وإذاء الشافع من الولاة والخلفاء بسبب جبرهم وحملهم على القضاء ورفضهم لذلك دلالة على أنهم قد ثقافة الوقف حتى لو لم يجد شيء أن يوقفه مالا أوقف نفسه وقته لذلك كانت ثقافة منتشرة عند الناس عند البعض ما يسمى بثقافة وقف الوقت أن تجعل جزء من وقتك لله تباره جل وعلا كيف يكون ذلك عمليا عمليا إما لتعليم القرآن أو لمساعدة الناس والقيام على حاجتهم أو مثلا نجدة ملهوف أو إغاثة محتاج أو إعانة مضطر أو المشي في حاجة الناس أو الكفالة الأرامل بناء المؤسسات القائمة الآن هذه من أوقاف الأوقات استضمرت على ثلاثة أمور وقف الوقت وقف المال وقف النفس وقف النفس لو حدثتنا هذا وقف النفس قضية لافتة وظاهرة يعني كيف يكون وقف النفس أنا أحبس نفسي جزءا من وقتي مع جهدي العمل لله تبارك جل وعلا فيما ينفع الأمة إما أن يكون تعليما إما أن يكون تطويرا إما أن يكون مساهمة لذلك الأهل العلمي ماذا يذكرون يقول زكاة العلمي نشره فهذا من الوقف زكاة العلمي نشره يلزم من ذلك أن لا يتقض مالا على هذا الوقف ليس المقصود المقتضى ليس المقصود المقتضى بذلك لكن أقول أن مما تعزز لدى السابق على أن هذا جزء من مشاركته الوقفية حتى أنهم كانوا يقعدون ويجلسون الوقت الطويل لتعليم الناس يعني مثلا عندما تقرأ سيرة الإمام النووي أو الإمام بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى عندما كان يجلس من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس لذكر الله ثم يجلس حتى زوال الشمس يعلم الناس ثم يقوم صلي الظهر فإذا أغفى إغفاءه ثم يجلس إلى صلاة الماء العصر ثم يصلي العصر ثم يجلس إلى مغيب الشمس كل ذلك حبث نفسه لله تبعارك وتعالى لتعليم الناس هل مقابل هذا كان من يعطيه؟ لا أحد لأن كان من يحضره أكثر من يحضره من الفقراء والمساكين وهذه المؤسسات العلمية المحصورة هي التي أخرجت علماء في أفاق الأرض وانتشرت علومهم فلولا صدقهم وإخلاصهم مع الله عز وجل ونذرهم وقف أوقاتهم لله تبارك جاء لم تنتشرت هذا العلم ولم تحصل هذا العلم قلت قبل قليل دكتور أن النبي صلى الله عليه وسلم بالأوقاف التي وقفها أسهم أو غذى الحضارة الإسلامية صبغ الحضارة الإسلامية لو حدثتنا عن مظاهر هذا الإسلام كيف أسهمت هذه الأوقاف النبوية في الحضارة الإسلامية في تشييدها وبنائها وتأسيسها العائق عادة في إيصال الثقافة أكثر ما يكون هو اللغة إذا أردت أن تترجم لغتك بلغتك لتحقيق مفهوم لدى من لا يفهمك تجد الصعوبة كبيرة جدا فما الذي أسهم في نشر الإسلام على أيدي الصحابة وهم أعراب لا يملكون الآلات العلمية ولا التقنية ولا القدرات ولا الإمكانات التي تؤهلهم لأن يكونوا كوادر عاملة في المجتمعات للنشر الثقافة الإسلامية فما الذي جعل ذلك سببا في نشر الإسلام في آفاق الأرض في طول الأرض وعرضها إلى الأعاجم وغيرهم وتعلق الأعاجم بهذا الدين إلا على أن ثقافة الثقافة الوقف من النبي عليه الصلاة والسلام بعكسها لأصحابه جعلت منابرا في كل موطن بل أنه ينادى في كل قطر من الأقطار بدين الله عز وجل وبشهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول بل تتعلق الأعاجم إلى هذا اليوم من لا يحسنون قراءة آية أو نطق كلمة عربية بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم إلا لتعلق قلوبهم من نبي عليه الصلاة والسلام خلود نبوة مع انتشار ثقافة الوقف نعم حقيقة يعني وقفت عند نص لعمر بن خطاب رضي الله عنه ورد في البخاري عن أرض خيبر التي كسبها وأوقفها أريد أن أقرأ النص عليك ثم أبني السؤال عليه لو أذنت لي دكتور يعني أن عمر بن خطاب قال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم استشير النبي نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربة والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناحة على هنا بيت القصيد لا جناحة على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه غير متأثل كما وردت نعم هذه في رواية البخاري لكن حقيقة هذه الصيغة لافتة وعميقة وتنم عن فهم عميق جدا للوقف السؤال هنا ما دور الصيغة في تثمير الوقف هنا هذا هو هذه أول وثيقة كتبت في الإسلام وهي وثيقة الوقف تسمى الوثيقة العمرية في الوقف أول وثيقة وانبرى أهل العلم على تحقيقها وتوثيقها واعتماد مصادرها وتحرير ألفاظها تنم على علم دقيق وفهم أصيل من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وهي شريعة شرعاها عمر رضي الله عنه لكل من يكتب وثيقة في الوقف طبعا لا جناح على من وليها المقصود بذلك الناظر مقصود بذلك الناظر الذي يلي طبعا عمر رضي الله عنه وليها مدة حياته ثم جعل ولايتها ونظرتها من بعده لسيد حفصة ابنته حتى ماتت لا جناح عليه أن يأكل منها يأكل من الثمر بالمعروف جميل ويؤكل ويضيف صديق غير متمول ولا متأثل يعني غير متاجر فيها غير متاجر فيها أو آخذ أكثر من حظه وهذا يعود على ماذا؟ على الأمانة والثقة في الناظر فلذلك واجب على الواقف ألا يولي إلا من يثق فيه وعلا يولى إلا من يحسن الظن ويغلب على الظن رعاية الوقف ومحيانتها حتى قبل الأمانة دكتور يعني هذه القيود التي وضعها الخليفة عمر بن خطاب رضي الله عنه تنم عن ميزان وفهم دقيق وعميق جدا لكيفية التعامل مع الوقف في حياته وحتى من بعد خلال الرعاية نعم خلال الرعاية أخي الفاضل الإشكال الآن في إهمال الوقف وتعطيله وتضيعه أولى ما يكون هو الخلط بين الأمانة والقوة فتجد الأمين غير القوي يدير الوقف فيحرص على الجوانب الشرعية والجوانب اللوجستية والاستراتيجية غيرها والعكس كذلك تجد قوة لا أمانة ينمي الوقف ويعمل على إثماره لكنه متمول متأثل فيه أي أن سبب الغنى منه له هو الوقف وهذا غير المقصود الشرعي غير المقصود الشرعي أن على أن تعيش يعني يصبح المال دوله نميت الوقف وكان وقفا زاهرا عامرا لا ينكر في ذلك لكن أين موارده الحظ الأوفر في ذلك يعني من المصائب أن تجد وقفا عظيما شاهقا الموقوف عليهم فقراء والذي يرعاه من أغلى الأغنياء هذه معاكسة غريبة جدا وليس هناك اتفاق في هذا الشأن دلالة على أن هناك تفريط وهذه الوثيقة هي شريعة التوثيق للأوقف من هنا ينبع أهمية الحديث عن الصيغة إلى أي مدى الصيغة التي يوقف بها الوقف لها دور في تثمير هذا الوقف الواقف الواقف ينبغي أن يكون له بعد نظر وثقافة تتعلق بالمناح الشرعية وثقافة في الواقع نعم وفقه أدنى ما يكون على أنه يستطيع به أن يحرر وثيقة تتوافق عليها يتوافق عليها القضاء الشرعي وهذا الآن ما أمينه الناس بفضل الله ما أمينه الناس أن هناك لجان وجهات ومؤسسات ترعى هذا الأمر بتحرير الوثائق الوقفية فلا يخش ولا سيمن القضايا العون وقد ذكرت لك أن هناك ثلاث أمور ينبغي أن يحاز بها الوقف ويحصن وهي إرادة الواقف فقالوا شرط الواقف كشرط الشارع ما لم يكن هناك تعد أو جناية أو جنف أو مخالفة للشرع الأمر الآخر وهو قضية أن من يلي الفصل في الوقف هم القضاء وأهل الولاية ممن يعينهم ولي الأمر يكون أهلاً لذلك الأمر الآخر لاعتبار الشخصي المعنوي أو الاعتبار للوقف على أنك تتعامل مع كيان لا تتعامل مع أمر معدوم أو أمر غير أثر تتعامل مع كيان له اعتباره الشخصي يملك ويتمول وينمى ويطور ويستثبر ويعطي ويهب كل ذلك من الوقف هذا هو الاعتبارات الثلاثة إذا حققت في الوقف كأركان اعتبر هذا الوقف وقفاً مثمراً ذا جدوى نعم على امتداد التاريخ الإسلامي ازدهرت الأوقاف في شتى من أحلها خصوصاً في المكتبات وفي المدارس السؤال هو كيف تعامل الخلفاء المسلمون على امتداد هذا التاريخ الإسلامي مع هذه الأوقاف وما أفرزته من مؤسسات وثمار هذا يختلف مما تعاقبته الدول من قوة وضعف في حال القوة كانت ثمار هذا الأمر الوقفي وله بعده العظيم في نشر الثقافة كما في الدولة الأموية عندما كان له أثر كانت الفتوحات في الدولة العباسية توسع ذلك فكانت التوسع العلمي وانفتاح العالمي وكذلك مات له ثم لما تراقت الدولة وتراجعت تراجع الوقف بها لأنها تعرضت للنهب والسلب والإضعاف والمصادرة بل والتضيع في ذلك وهذا مختلف من دولة لدولة نريد أن نستكمل الحديث ولكن بعد هذا الفصل الأخير والسريع إن شاء الله فصل أخير ومن ثم نستكمل ما تبقى من الحلقة أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة الدكتور نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة هل اقتصر الأثر الأوقاف على المسلمين أم أنه تعداه إلى غير المسلمين في الدولة والمجتمع الإسلاميين هذا من أجمل الأسئلة التي طرحتها هي كلها جميلة لكن هذا من أجملها شكراً للإطراء تصدق أن من شروط الواقفين في عبر الدولة الإسلامية رعاية الذم ورعاية غير المسلمين حتى لو يمكن ذمية وصيانة حقوق المحاربين الذين دخلوا بعهد وأمان هذه مما نصت عليه وثائق الأوقاف عند بعضهم بل أنه إعانة المنقطع منهم والأرملة والمحتاج والمريض والزمنة لا يفرقون بين مسلم وغير مسلم لا سيمة خصوصاً على الذم الذي يعيش في أرض المسلمين فلم تفرق الأوقاف بين المسلم وغير المسلم بل أنها شملت كل هذا الأمر حتى بالارتفاق كما يرتفق المسلم من الأوقاف ترتفق غير المسلم من الأوقاف لأنه يعيش بقانون المواطنة كما نسميها الآن بقانون المواطنة ما دم أنه في ظل الدولة الإسلامية وعلى أرض الدولة الإسلامية ويدفع ما عليه من جزية مقابل ذلك يستفيد من مرفقات الدولة الإسلامية التي تبيحها أو من الواقفين الذين سنوا ذلك معذرة المقاطعة لكن حتى لا يلتبس على المشاهدين المفهوم المواطنة الخاضع للشريعة ربما في البداية طبعا نحن نقصد أنا لا أتكلم بالمفهوم العام نعم أنا أتكلم بالمنظور الشرعي بالمنظور الشرعي في ذلك فالمقصود من هذا على أن الارتفاق هو شائع بين المسلم وغير المسلم كما أن من أصناف الزكاة المؤلف قلوبهم وقد يكونوا غير مسلمين لأن تريد أن تتألفهم بل الأصل فيهم أنهم غيروا مسلمين بل أن بعض الفقهاء أجاز وآباح إخراج الزكاة لغير المسلم حتى لو لم يكن من المؤلفة قلوبه وذلك لفقره وحاجته حتى لو لم ترجو إسلامه فتخرج له الزكاة لا سيم إذا استغنى المسلم عن الزكاة فيصرف لغير المسلم ما دام أنه تحت سقف الدولة المسلمة فالوقف مفهوم في الصدقة أشمل وأعم بل مفهوم أو أفسع من الزكاة في ذلك ومجالاته وأبوابه أوسع بكثير من هذا الأمر نعم وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة الدقيقتين دكتور في دقيقتين يمكنك أن تحدثنا عن أي شيء تريده في صلب الموضوع مما لم نسألك عنه تمام أنا مما أريد أن أتحدث فيه من خلال ثقافة الوقف سواء كان أوقاف النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه رضوان الله عليه وهو لماذا الوقف أسهم بهذا الدور العظيم ولماذا تخصص له هذه الحلقات ولماذا هذا الاهتمام بالوقف سواء كان من شأن قاصر مني أو من غير ممن هم أعمدة ورواد هذا المجال لأني بالممارسة علمت أن الوقف يصنع شخصية المسلم ويحافظ على كيانه بل أنه يسهم في تحقيق الدور الآدمية التي يريدها الله عز وجل من بني آدم وهي العزة والكرامة والصيانة فلا يمكن أن يتحقق ذلك بعد الزكاة وبعد الصدقة أو إذا تخلفت الزكاة عن آداء حقها والصدقة إذا تخلفت كذلك فالوقف لا بد أن يكون مجالا واسعا في هذا الذي أرجوه أن يمعن النظر المختصون وأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال في وقف يستغنونهم به بين يدي الله عز وجل بأنهم قدموا ما عليهم ويغنون به من غدا يقفون خصماء لهم بين يدي الله عز وجل أشكرك أشكرا على هذه الفاتحة دكتور مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريم الدكتور روحيب عبد الرحمن خوج عميد كلية الدراسات العليا للعلوم الوقفية شكرا لكم في حراسة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة